في هذا الظرف الدقيق وأتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب مؤلم في الصميم ما طالعناه من دم عراقي مهدور من الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية فدم أبنائنا غالي ومشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزنا وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل وهو دليل على أن الخطر والأزمة حين تشتد لا يمكن تفاديها بالخطابات والتمنيات الطيبة بل بالإرادة والقرار والعمل الوطني الحريص إن موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف هو موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عالي من العراقيين وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول نظامنا لتحقيق تطلعات الناس كما تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي على تحليهم بالصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث أبناء الرافدين اختبروا الفواج على مدى عقود من الزمن ولن يسمحوا بالعنف حلا لمشاكلهم بل المسار السلم الديمقراطي الدستوري وتحت سقف الوطن شعبنا وقواه الأمنية الذي واجه إرهاب داعش نيابة عن العالم أجمع وبشجاعة عظيمة لن يقعوا في فخ الفرقة الداخلية بين الأخوة إخوتي وأخواتي إن انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة في البلد منذ أشهر وما شهدناه ليس أزمة آنية بل أزمة مستحكمة مرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها وكان صوت شعبنا المطالب بإصلاحها واضحا ومسموعا في احتجاجات متواترة منذ عقد من الزمن قُبلت بعدم الاكتراث وغياب الإرادة بل والتقليل من شأنها وسيتواصل احتجاج الناس ويتصاعد أكبر إذا استمر الوضع الراهن دون إصلاح لقد دعوت سابقا وكررتها جهارا نهارا من منطلق مسؤوليات الدستورية والوطنية وأقولها اليوم وبلا تردد نحن بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج مكامنا الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تعرضت للتشكيك من المواطنين فلا يمكن المراهنة أكثر على صبر شعبنا بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود فالشعب مصدر السلطة ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس أقولها وبصراحة أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن انتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي شبابي نائض وإجماع وطني يطالب بالإصلاح الحقيقي لكنها واجهت الكثير من الإشكالات والتحديات التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات ما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة وكذلك من الإشكالات الخطيرة هي نسبة العزوف الكبيرة للعراقيين عن المشاركة في الانتخابات أصلا إن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات والتي شكلت أكثر من نصف الناخبين العراقيين هو جرس انذار وعقاب للأداء السياسي ويجب التوقف عند ذلك والتفكر فيها كثيرا فالانتخابات في نهاية المطاف ليس غاية بحد ذاتها بل وسيلة ومسار سلمي يضمن مشاركة واسعة للعراقيين في تحديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح لقد آن الأوان لمصارحة صادقة بين قوى الشعب فعاليات سياسية واجتماعية لتأسيس قاعدة رصينة وجديدة لإعادة بناء الدولة عبر نقاش حي يشارك في صياغته الرأي العام الوطني المصارحة المطلوبة يجب أن يكون أساسها خطوات عملية فشعبنا يطالب بالعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة وفرص العمل والخدمات الأساسية وهي ليست مطالب مستحيلة إذا ما تكاتفنا جميعا وتجاوزنا ترسبات المراحل السابقة ومضينا إلى الأمام متحدين لما يعز شعبنا يقينا أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا وغير قابل للاستمرار لذلك فأن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا عن السجال السياسي والتصادم والتناهر وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين إن من الأسس الضرورية الآن هو التأكيد على الحوار الوطني حوار صريح بجدول عمل واضح ومعلوم يطمئن المواطن ويضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وأن أمام جميع مسؤولية تأريخية ووطنية وأخلاقية في الترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن لصالح الوطن والتنازل من أجله ومن أجل شعبه الصابر وتجاوز هذه المحنقة قبل فوات الأوان إخوتي وأخواتي في الوطن علينا أن نكون صادقين أمام أنفسنا وأمام شعبنا بتقديم المصلحة العليا للوطن فلا مناصة بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية وقطعا لا منصب أو موقع أهم من مصلحة الوطن والأهم هو إصلاح الوضع جذريا لوقف دوامة الأزمات إن معركتنا جميعا هي معركة بناء الدولة وهذا البناء لن يتحقق من دون احترام مرجعية الدولة والقانون والمؤسسات وترسيخ السيادة وعدم التجاوز على سلطة الدولة واستقلالها وسلامتها المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تمثل إشكالا خطيرا وعقب أمام الوصول إلى الحكم الرشيد فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا بل أنها سببا في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجت البلد ومواطنه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية ويقينا فإن استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة ويعرق الفرص تقدم بلدنا ويكبل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر وما قضايا الفساد والتآمر على مقدرات الدولة التي ظهرت إلى الرأي العام مؤخرا سوى مؤشر إلى الكارثة الحقيقية وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية إن ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه في معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها وهذا يكون عبر تشريعات وقرارات إصلاحية قاسية تبنى على الإرادة الموحدة الأشهر الماضية التي عقبت الانتخابات تؤكد ما ذهبت إليه رئاسة الجمهورية منذ أكثر من أشهر في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية لبنود شهدنا جميعا على مسؤوليتها لمشاكل مستحكمة بنود كرست أزمات بدل حلها وبعدت المسافات بدل تقريبها إن الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة وكبدت البلد الكثير وأوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعات لها اليوم بسبب المماطلة وترحيل المشاكل وعليه يجب إطلاق حوار جاب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يضع حلول جذرية دائمة لا ترقيعية ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع المواطنين لا يزج قوتهم وأرزاقهم في الخلافات السياسية المواطنون في البصرة والنجف والأنبار وبغداد والموصل لا يرتضون لإخوانهم في كردستان أن يتعرضوا للظلم والغبن في قوت عيشهم واجبنا أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية وأن نعزز المكانة الحضارية التي يستحقها بلدنا وأن يقوم بدوره الإقليمي والدولي المحوري فلا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة الصراع لآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد بل ساحة للتلاقي والتواصل لدول المنطقة وتبادل المصالح المشتركة إخوتي وأخواتي في هذه المناسبة نجدد التأكيد على ضرورة الحوار عبر اجتماع وطني شامل للجميع وأكد على دعمنا لدعوة الأخ دولة رئيس الوزراء للحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين وأدعو الأخوة في الإطار التنسيقي إلى التواصل مع أخيهم سماحة السيد مقتدى الصدر لتهدئة النفوس والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة وبما يؤمن الاستقرار والتفاهم الوطني وكذلك الاستحقاقات الوطنية في الإصلاح لتأمين العيش الكريم الحر للعراقيين هذا البلد اختبر الفواجع والمحنة خلال العقود الماضية وآن الأوان لطيها وإذ نستذكر الشهداء ضحايا المقابر الجماعية والأنفال والقصف الكيميائي في حلبجة والانتفاضة الشعبانية وضحايا الإرهاب والحرية والإصلاح والديمقراطية فأن الوفاء الحقيقي لهذه الدماء الزكية يكون عبر الاستجابة لتطلعات المواطنين ومعالجة الأخطاء المتراكمة وضمان عدم تكرار المآسي كما أدعو وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والموضوعية في الحرص على السلم والأمن المجتمعين وتجنب خطاب الكراهية والتحريض والتأجيج تحية إلى أبطال القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرقة المرابطين في المدن والصحاري والقصبات ليخاطروا بحياتهم من أجل أمن واستقرار شعبنا وبلدنا العراق ينتظر مننا الكثير والعراقيون يستحقون الأفضل ولن يقبلوا بغير إصلاح الوضع وتجاوز الإخفاقات التأريخ يعلمنا أن صوت الشعب أقوى وإرادته هي الأمضى حمى الله العراق والعراقيين من كل السوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة